الشباب والصبايا اللي بيشتغلوا بالمؤسسة الأمنية أو الأفرع الأمنية لحزب العمال الكردستاني سواء على الأراضي الأوروبية أو في روجعفا حضروا فرجان الأهوة والورقة والألم شان تكتبوا التقارير تبعيدكن وإلحقوني هناك لأن الحكي الحديث سيكون اليوم عنكم حزب العمال الكردستاني بوصفه منظمة عسكرية بطبيعة الحال وذات فكر شمولي اعتمد على الجانب الأمني والاستخباراتي منذ بدايات النشأة الموضوع لكن تطور في الفترة الأخيرة لأن حزب العمال الكردستاني تحول إلى سلطة يعني فقط ليست في روجعفا أو في الشمال السوري إنما سلطة داخل الأراضي التركية أيضا عن طريق البرلمان الكتلة البرلمانية عن طريق البلديات المؤسسات الثقافية البحثية الكثير من القضايا اللي يعني سلطة بصرف النظر هي سلطة سلطة دولة أم سلطة حكم ذاتي أو فدرالي أو ما يشبه الدولة لكن الشكل الأمني الأخطبطي لحزب العمال الكردستاني واضح للعيان لكل من تعامل مع هذه المؤسسة لكن ما تريدني من معلومات من روجعفا تتقاطع مع تجربتي مع هذا الحزب بحكم أنه أنا بقيت يعني على امتداد عشرين سنة قريب من الحزب ومؤيد وداعم لهذا الحزب في الإعلام الكردي والإعلام العربي وعمل داخل الدائرة الإعلامية لهذا الحزب وكان لي لقاءات مع قيادات هذا الحزب فالتقاطع للمعلومات وبحكم الخبرة والتجربة تجعلني أتأكد من كمية المعلومات أو قدر لا بأس به من كمية المعلومات التي تريدني بين فينة وأخرى لكن الأهم من ذلك أنه نكشف عن هذه المعلومات للرأي العام والمعنيين أو المهتمين بالشأن الكردي أو المشاون حزب العمال الكردستاني بإمكانهم التحري والتدقيق في هذه المعلومات طبعاً لا يسأل يعني يمكن أن يسأل الباحث عن مصادره لكن الصحفية والمعلومة الصحفية والمعلومة الأمنية حساسية المعلومة الأمنية أحياناً تقتضي حتى على مستوى البحوث الميدانية أو البحوث التي تتعلق أو ذات طابع أمني أو شأن أمني أنه المصادر هيتبقى غير مكشوفة حتى على مستوى البحوث الجنائية كمان فكمية المعلومات اللي وصلتني أنه هناك عدة أجهزة أو أفرع أمنية أو سلك أمني أو مؤسسات أمنية مسيطرة على رجاضة على الإدارة الزاتية وامتداد اختصاصها وشغلها يصل إلى الأراضي الأوروبية يعني هناك من المجندين اللي بيشتخلوا في هذه المؤسسة وخاصة ما يمكن تسميته بالمخابرات الخارجية لحزب العمال الكوردستاني ينشطون على الأراضي الأوروبية في المؤسسات الإعلامية في المؤسسات السياسية التابعة للحزب أو القريبة من الحزب أو المتعاطفة مع الحزب وهذه المخابرات الخارجية سابقاً كانت تمارس فعل الاختطاف والاغتيال والتفاصيل يعني المواضيع المتعلقة بالاغتيالات توقفت إلى حد ما يعني بسناء بعض الحالات مثلاً في 2013 تم اغتيال ساكينة جانسس في العاصمة الفرنسية باريس وهي إحدى القيادات المؤسسة لحزب العمال الكوردستاني ومن القيادات النسائية البارزة في الحزب وجرت اهام المخابرات التركية بهذا الخصوص أن المخابرات التركية كانت تخشى من الدور الكبير لساكينة جانسس من الوزن العسكري والأمني والسياسي الخطير لهذه القيادية اللي ما كان إلى هذا الوزن المؤثر في اتخاذ القرار فوصلت إلى ساكينة جانسس واستدافتها وبينما صبري أوك وجميل بايك ودوران كالكان ما حدا يعني يصلهم أو الاستخبارات التركية لا يمكن أن تصل إلى جميل بايك وصبري أوك ودوران كالكان الاستخبارات التركية والسي آي اي أحدهم علق على صفحة أنه جميل بايك مدرج على لائحة المطلوبين لدى السي آي اي وهذا الدليل يؤكد أن الأمريكيين لا علاقة لهم مع حزب العمال الكورستاني لكن الأمريكيين يعلمون تماما أن السلطة والإدارة والموجودين في في روجبا وفي الشمال السورية سلطة جميل بايك الأمريكيين وضعوا الكثير من القيادات الإسلامية والإرهابية والتكفيرية على لائحة المطلوبين ولكن فتحت قنوات اتصال وجود جميل بايك على لائحة المطلوبين الأمريكيين ليس دليل براءة وجود جميل بايك على لائحة المطلوبين الأتراك دون استهدافه خلال كل هذه العقود ليس دليل براءة يعني هناك بعض السزج والحمقة اللي بيحاولون أن يبرزوا أنه الولايات المتحدة الأمريكية وضعت جميل بايك وقيادات حزب العمال الكولستاني على أساس يبرئونهم من أي شبهة العلاقة مع الأمريكيين أو مع الأتراك إجمالاً في روجفا حالياً هناك رقابة أمنية وتجسس أمني على كل التفاصيل كل التفاصيل يعني حتى أضعاف أضعاف عمليات التجسس والرقابة التي كانت أو كان يمارسها النظام السوري السابق على الأحزاب والتيارات الكردية والنشاطاء الكرد وكل هذه التفاصيل الآن حزب العمال الكولستاني يمارس هذا السلوك أضعاف أضعاف ما كان يمارسه النظام السوري سابقاً طبعاً هذا يعني مؤكد أنه كل التفاصيل سعود الملة إذا ذهب إلى روجفا مش بس سعود الملة فأثناء فترة التواجدية في روجفا عائلة سعود الملة أقاربه من الدرجة الأولى ومن الدرجة الثانية كلهم خاضعين لرقابة حزب العمال الكردستاني كل القيادات الكردية المناوئة أو المعارضة أو المختلفة أو القريبة من حزب العمال الكردستاني خاضعين للرقابة والتجسس الأستاذ صالح قدو حزب العمال الكردستاني يتجسس على ربطة العنق على الجراف اللي حضرتك تلبسه وعلى ملابسك الداخلية يعني أنت تماماً خاضع لرقابة حزب العمال الكردستاني جمال ملا محمود باظير روزيف اليساري العتيق يعني الكوكب اليساري الدري محمد موسى أنت أيضاً خاضع لرقابة وتجسس حزب العمال الكردستاني الشيخ آلي المناطل الكبير الفضيع الجحبز الحجة أنت أيضاً وحزبك ومثقفيك اللي في القامش لي اللي بيشتغل بمجلة الحوار واللي بيشتغل بمجلة الديوار وكل هالتفاصيل خاضعين لرقابة وتجسس حزب العمال الكردستاني اللي بيشتغل بسلك الطبي والحقوق والتفاصيل أنتم خاضعون لعمليات الرصد والرقابة والتجسس يعني مش تكتفتوا حواليك هيك وموجودين داخل بيوتكم داخل هواتفكم الموبايلاتكم داخل لابتوباتكم داخل يعني حزب العمال الكردستاني داخل في كل تفاصيل حياتكم وأنتم خاضعون للكنترول كل كوادر حزب العمال الكردستاني الكوادر الكوادر حزب يتجسس على كوادره ما مستقل الضار خليب يعني لن أنا رح أحكي الآن بابي سيستمي يعني أنت بتحكي كتير على السيستم هذا السيستم اللي بتحكي عنه وبتمدحه يتجسس عليك يتجسس وأنتم تعرف هذا أنت تتجسس على آخرين والحزب يتجسس عليك وعلى الآخرين الكل خاضع للتجسس الكل خاضع للرقابة الكل مصدوم عبد المركون على جنب ما عاد له يعني لا يعني بالطيخ ولا بالبطيخ ما له شي يعني بيطلع على قناة الحرة الجنرال يعني جنرال مسلوب الإرادة جنرال مسلوب الفعالية جنرال يعني مع وقف التنفيذ بزمناته كان جنرال في حزب عمال الكولستاني لما كان عضو لشنا مركزية وقيادي ميداني لا حاليا لا هو جنرال شكلي جنرال من ورق ما عاد في شيء طبعا الفضل يعود إلى جهاز التجسس والرقابة الأمنية لحزب العمال الكولستاني والتفاصيل لاحقا إلهام أحمد لديها ملف آلار خليل لديه ملف ريدور ريدور حبيبي يا ريدور ريدور خليل لديه ملف طويل عريض مالي على أخلاقي على كل التفاصيل بل مضبوط متلبس يعني مش قبل الروجافة لسه قبل الإدارة وبعد إعلان الإدارة الجنرال ريدور خليل إذا تحرك هيك ولا هيك أو حاول يفكر يفكر يترك حزب العمال طبعا هو يحاول الرجل وياريت اللي يعني لديه القدرة أن يساعد ريدور خليل أن يترك الحزب يساعده لكن لديه ملف طويل عريض هذا حزب العمال الكولستاني فالكل يتجسس على الكل والحزب يتجسس على الكل والحزب لديه ملفات للكل أي واحد حتى مصدم عبدين باهوز أردال الموهو قيادي وهو يرأس الاستخبارات العسكرية في حزب العمال الكولستاني هناك من يتجسس على باهوز أردال على فهمان حسين حالة من الرهاب والتجسس وعدم الثقة هذا الحزب اللي خلقها بين كوادره ومؤيدي ومناصري إذن الكل خاضع للتجسس والرقابة وكل هالتفاصيل ما هي أجهزة الأمنية اللي يعني تتحكم بها يعني تحصي على الناس أنفاسهم أولا المؤسسات المخابرات العسكرية المخابرات العسكرية هي تاب على الجناح العسكري اللي حزب العمال الكولستاني حابقها HPG الجناح الزي باراس ناجل الاستخبارات العسكرية تتجسس على الجناح العسكري على كل قيادة دون استثناء دون استثناء والمسؤول المباشر هو باهوز أردال عن هذه الاستخبارات لكن المسؤول الفعلي الحقيقي هو دوران كالكان وعباس من زمان عباس من مستلم الملف العسكري حتى هذه اللحظة منذ مدى منذ حتى معصوم قرقماس كان حي يرزق معصوم قرقماس في الخمسة وثمانين وقبل اغتياله بالستة وثمانين اغتيل اغتيل معصوم قرقماس ولا يعني لم يفقد حياته برصاص الأتراك وهذا كلام أجلان وليس كلامي ذكرته في الفيديو السابق حتى تلك اللحظة حتى على حياة معصوم قرقماس الفعلي الحقيقي اللي كان ممسد بملف العسكري داخل حزب العمال الكردستاني الجناح العسكري كان عباس متى بدأ ذلك؟ منذ اغتيال محمد قرسنغر في ايار ثلاثة وثمانين يعني حتى قبل اعلان الكفاح المسلح كان عباس هو اللي معني ومسؤول عن الملف العسكري اجمالا الاستخبارات العسكرية مرتبطة بالجناح العسكري ويرأسها بشكل مباشر باهوز اردال اغلب اغلب كوادر هذه الاستخبارات هي من كرد تركيا يعني 95% من اكراد تركيا 5% ربما يعني يكون هناك من كرد سوريا من كرد العراق ومن كرد ايران صحيح انه باهوز اردال هو المعني شكلا لكن فعلا هو عباس بحكم رئاسه لكل تباصيل الملف العسكري هذه الاستخبارات التي تنشط في روجابا تحت ادارة باهوز اردال ومكلف بالحزب هناك طبعا رواية اخرى تقول انه يرتبط بمراد قرائلا طبعا انا لا اميل الى هذه الرواية مراد قرائلا حاليا يعني مهمش ما عنده هال صلاحيات والسلطات والكالسابق حاليا تم قصقصت كل اجنحته كل اصدقاه ضمن المؤسسة يعني اصلا اصلا مظلوم عبدالي كان بشكل او باخر علاقته مع مراد قرائلا افضل من علاقته مع جميل بايق وباقي القيادات الكردية التركية في حزب العمال الكردستاني هذه الاستخبارات العسكرية كما ذكرت يعني مهمتها مراقبة الكوادر والمؤيدين والموالين لحزب العمال الكردستاني والقيام بمداهمات سرية والتحقيق مع الكوادر ومع القيادات والمشتبه الكوادر والقيادات المشتبه بعدم ولا هاليا الحزب عدا عن التحقيق مع آخرين يعني سلك أمني استخباراتي داخلي حزبي أما التحقيق مع عناصر أخرى في المراقز التوقيف والعصيج كمان عناصر الكردية التركية لكن الاستخبارات العسكرية فقط مهمتها تحقيق مع الجسم العسكري والأمني الحزبي بالدرجة الأولى والوطنيين المدنيين يعني الموالين لحزب العمال الكردستاني المشتبه بهم وكمان القيام بالتصفيات والاعدامات الميدانية عدمات عسكرية مثلا داخل قصد داخل هاباقا دابا يابا جا يابا شا كل هالتصنيفات والتسميات والاعدامات السرية كيف الاعدامات السرية يعني الاعدامات الميدانية خاص محاكمة عسكرية ويعدم محاكمة عسكرية عادة ليه؟ ويعدم الاعدامات السرية هي عمليات التصفية يعني يعني مثلا شخص يتم يعني ارسال احداثيات مكانه لمسيارة تركي ويتبقصفه خلاص انتعينا خلاصنا منه عدتني معلومة حتى انه هناك هال المؤسسة العسكرية معنوية عن وضع اجهزة تنصت او شرائح تنصت لها علاقة بالسلطات التركية والعناصر اللي خلاص محكوم عليها بالاعدام كيف يتم تصفيتها يتم تصفيتها لاستثمار على التصفية مثل حديثة ريزان جاوي يعني ان كان ريزان جاوي موجود موجود في القام مش لي فالموضوع يعني انه هذا التحرك في سيارة كذا وفي هذه السيارة هناك شريحة هذه الشريحة تعطي معلومات والإحداثيات للمسيارة التركية والتاقي تقصف وشهيد نامر وشهداء وقصة وكذا يعني هو محكوم بالإعدام لكن لكي يتم استثمار هذه الحادثة لأغراض سياسية وأغراض إعلامية وإلى ذلك يعني يتم ضبط أو صياغة سيناريو بهذه الخصوص إذن العمليات التصفية مثل تصفية عيسى حس يعني لغم موقوط ينفجر إذا بدأ محرك السيارة بالعمل تحت الكرسي للقيادة هذا عملية تصفية سرية وفتضح أوساءتي حول هذه التصفية إذن العمليات الإعدامات الميدانية والسرية يعني مثل ما ذكرت أنه أغلب من كرد تركيا ليس لديهم مولاء يعني أو اهتمام أو يعني بيقولون مثلا هذا الانفجار سيحدث في ديريك وربما يتسبب في ضحايا مدنيين ما عندهم هل القصة ما عندهم الولاء لرجعفا أو لشمال سوريا ما عندهم الولاء حتى للمدن الكردية في تركيا عندهم الولاء بس فقط للحزب حزب العماء الكرساني يقول كذا أرموح لكم في البحر يرمونا أنفسهم بالتبعية عمية للحزب وقرارات الحزب طبعا ذكرت أنه هذه المؤسسة تتبع الجناح العسكري أغلب العناصر أو القيادات البارزة في الاستخبارات العسكرية هنا عناصر مقربين من باهوس أردال ومرات قرائلان ودوران كالكا عناصر المقربة من الكوادر الثلاثة وهؤلاء لا علاقة لهم سلطات فوق سلطات مظلوم عبده قسد ومسد ومظلوم عبده وجوانين شورشقر أو الشبيبة الثورية التي تمارس عمليات القذرة والاختطاف والتجنيد تتبع الاستخبارات العسكرية التي أتيت على ذكرها وليس لمظلوم عبده أي صلاحيات أي سلطة في يعني مواجهة أو عرقلات هذه العمليات التي تستهدف خطف الأطفال وتجنيد الأطفال والقاصرة حدثت بعض طبيعية حتى على مستوى النظام السوري أنه تحدث الصدمات ما بين هين المؤسسات الأمنية ومؤسسة قصد يعني قوات سوريا الديمقراطية والمؤسسة الأسايش الأمن أو الشرطة الداخلية في روجافا والاستخبارات العسكرية التي تابعة لحزب العمال الكورستاني صار نوع من التصادم المباشر بين هذه الأطراف يعني مصدوم عبده نوردين صوفي وجوان إبراهيم كيعني وطبعا هذا من جهة وبهوس أردال من جهة أخرى مثال كنموذج يعني عين للمشاكل للتصادم زكرت في فيديوهات سابقة أنه حزب العمال الكورستاني هو الذي قام بتصفية عيسى حسو الإنسان الوطني والقيادي في حزب الاتحاد الديمقراطي وكان والد أحد شهداء يعني من الذي قام بتصفية عيسى حسو هل هناك ضمانة بأنه ليس المسؤول أو يقف وراء تصفية يوسف قلو يعني المواطنين في القام أو المؤيدين أو المناصرين لهذا الحزب لماذا لا يطرحون على أنفسهم هكذا سؤال من ضبط ضبط يعني جوان إبراهيم ضبط هذه المسألة وأولاد عيسى حسو يعرفون ذلك حلا بكرة إذا حزب العمال الكورستاني جاب ابن عيسى حسو على روناهي وصاريحك وينفي وقصص أي وقت إذا صار هيك أنا أعلم أنه كرها وضغطا أنا أعلم ذلك أنا سأبلس أمور أخرى يعني تفضح الحزب أكثر يعني فأتمنى أنه يعني أن لا يضغطوا على عائلة الراحل الشهيد عيسى حسو أكثر مما يعني تعرضت هذه العائلة الوطنية للضغوط منها الحزب لكي تكتب لكي لا تتحدث عن هذا الموضوع جوان إبراهيم وابن عيسى حسو كان ابن عيسى حسو كان ضمن مؤسسة العصايش ضمن الدائرة الأمنية في هذه المؤسسة تأكدوا من وجود يعني عناصر الاستخبارات العسكرية لحزب العمال الكرزستاني خارجين عن السيطرة في القامشلي وضالعين في جريمة اغتيال عيسى حسو قاموا بمداهمة جوان إبراهيم القائد السابق للأسايش وابن عيسى حسو ومجموعة من المقاتلين داهموا المنزل اللي يتواجد فيه الاستخبارات العسكرية لحزب العمال الكرزستاني في القامشلي عام 2016 تم محصرة المنزل وجرى اشتباك المتحصنين داخل المنزل لم يستسلموا رفضوا الاستسلام وقاوموا بل طالبوا المساندة من مجموعات أخرى طبعا الاستخبارات العسكرية لفك الحصار عنهم وجرى اشتباك وفي هذا الاشتباك يعني فقد ابن شقيق هدية يوسف اذا بتذكروا هدية يوسف كانت الرئيسة المشتركة لكانتون الجزيرة مع هادي دهام الهادي الجرباو هدية يوسف من كوادر حزب العمال الكرزستاني ابن شقيقها من منطقة ديرك ابن شقيقها كان ضمن الأسايش وفقت حياته ليس برصاص داعش ولا برصاص الجيش التركي انما برصاص الاستخبارات العسكرية التابعة لحزب العمال الكرزستاني في الاشتباك الذي دار بين الطرفين استخبارات حزب العمال الكرزستاني متحصنين في البيت وقوى الأسايش بقيادة جوان إبراهيم وابن عيسى حسو اللي حاصروا هذا البيت فكوا هذا الحصار ويعني أنقذوا حزب العمال الكرزستاني أنقذ عناصره الأمنية الاستخباراتية من ذلك الحصار بعدين شو صار طبعا جوان إبراهيم صار صار نوع من الاشتباك المباشر بينه وبين باهوس أردال فهمان حسين وباهوس أردال بالحرف أنا ذكرتها في فيديوهات سابقة بالحرف قال أما أنا أما جوان إبراهيم في هذا الفير وشفا كنوع من التهديد لجوان إبراهيم ونوع من الإنذار لحزب العمال الكرزستاني أنه ينبغي أن تختاروا بين أحد أمراهيم أما أنا أو جوان إبراهيم طبعا الحزب اختار باهوس أردال وجوان إبراهيم تم استدعاه أو استدعاه يعني في إلى إلى قنديل في 2017-2018 وجرى التحقيق ما هو وبقية القصة ذكرتها في فيديوهات سابقة وبقي باهوس أردال لأنه يعبد الحزب لأنه مستعد أن يقتل والده فقط لكي يرضى الحزب عنه هذا هو باهوس أردال القيادة الجنرال الكبير المفدى دكتور دكتور باهوس أردال دكتور باهوس أردال ويسمعني ويعني يتحرق شوقا لهكي يحمل هكي كأس الدم دمه شنقوسي ويشربه هكذا يعني أنا أعلم ذلك يعني ويصلني باهوس أردال اشتبك يعني أو صار في نوع من تصادم السلطات الحزب حسم الموضوع لصالح باهوس أردال هذه يوسف تم تحميشها ونزع السلطات منها ويعني الآن وشخصية أخرى يعني تتولى ما بعرف شو صار بيادي يا يزر وين حطوها وين بأي منصب بأي شيء ما يعني المهم هذه هي تفاصيل النموذج للاستضامة بين قوات الأسايش واستخبارات العسكرية لحزب العمال الكورساني اللي الكل بيتبعوا لهذا الحزب لكن مستويات التباعية والولاء وتفضيلات الحزب موضوع آخر كمان هذا على بستوى الاستخبارات العسكرية ويعني صار صار بهوس أردال يكتب تقارير يعني للحزب أنه جوان إبراهيم داهم ما قرر الاستخبارات العسكرية وحاول يأذينه وحاول أنه يعرق عمل الحزب وعمل الرفاق وعمل المؤسسة الأمنية العسكرية ومن كل هالتفاصيل لحتى اتخذ الحزب قرار يعني عزل جوان إبراهيم وترحيله للتحقيق إلى جبال قنديل ويعني بشكل هامشي تم فترة من الفترات هناك وبعدين يعني جرى ما جرى هذا على طبعا ابن عيسى حسو أيضا قدم استقاله وجرى يعني مشاكل ما بين عائلة عيسى حسو وباهوز أردال في هذا القصوص لأنه باهوز الذهاب يتحمل المسئولية هو المعني المباشر عن هذه الجريمة ويتحمل مسئولية جريمة اغتيال عيسى حسو طيب إذا جريمة اغتيال عيسى حسو إذا هذا الحزب اغتال هذا الوطني طيب ما الذي يضمن أنه أن حزب العمال الكردستاني لا يقف وراء اخفاء جميل أبو عادل ما الذي يضمن أن هذا الحزب لا يقف وراء جريمة اغتيال مشعل التمو إذا حزب حزب يغتال والد شهيد ما الذي يضمن يعني زكاتك أيضا ما الذي يضمن أن هذا الحزب لا يقف وراء جريمة يعني تصفية أو اغتيال يوسف قلوب هذه أسئلة مشروعة يعني ينبغي أن يطرحها الناس دون حرج دون خجل وبجرأة وبجرأة حريصة على الحقيقة أو الشفافية لماذا قتل بأي ذنب بأي حق حزب العمال الكردستاني يغتال عيسى حسو جريمة اغتيال عيسى حسو تفتح الكثير من الملفات وستفتح في يوم من الأيام ملفات قذرة ووسخة وارتكبها للاستخبارات العسكرية لحزب العمال الكردستاني داخل أراضي سورية داخل كردستان سوريا داخل رجالة ذكرت أن أهالي هدية يوسف كنوع من ردة الفعل والغضب والطبيعي حاجبوا يعني نتي ابن تم اغتياله تم قتله برصاص حزب العمال الكردستاني وهدية يوسف أيضا عزلة من المناصب فكان لعائلة هدية يوسف في ديريك ردة فعل على ما ما جرى في هذا القصوص قصة أخرى يعني يعني حسب المعلومات التي وردت لأنه أغلب الاغتيالات أغلب الاغتيالات التي شهدتها تلك المنطقة منطقة روشا فاسيوان في عفرين في كوبان في جزيرة من 2014 ولغاية 2022 أغلب الاغتيالات تتحمل مسؤوليتها الاستخبارات العسكرية ومظلوم عبد يسمع وبهوس أردال يسمع والشباب والصبايا اللي أنا ناديتهم في بداية الفيديو عم يكتبوا حاليا الترجمة للتركية ورح يرفعوها لجميل بايق بحكم المهام الموكلة إليهم عم يسمعوا هذا الكلام المؤسسة الثانية المؤسسة الأمنية الأخرى التي تنشط في روشاغا يعني على أساس أنه هي ذات طابع أمني ذات طابع مدني مش عسكري هي يعني تعرف اغنصارا ب NLP نافندا لكولينين بارتي هذه المؤسسة الأمنية مركز الدراسات الحزبية أو مركز دراسات الحزب أو مركز أبحاث الحزب مقرها في جبال قنديل وترتبط بشكل مباشر بجميل وعيد المؤسسة الأولى لاستخبارات العسكرية ترتبط ب دورانكالكان عن طريق باوز أردال المؤسسة هذه المؤسسة ترتبط ب جميل بق لحظة فتاني نقطة مهمة ينبغي أن أذكرها أنه باوز أردال لأنه يعلم يعلم حقيقة الحزب ويعلم لأنه خاضع للمراقبة أيضا عمل كحلقة ضيقة خاصة به خاصة بهوز بأردال لديه حلقة أمنية خاصة تتبعه لا تتبع داخل الاستخبارات العسكرية لكن تؤمن الحماية له من مين من الحزب ورغم هذا الولاء والطاع العمياء والعبادة التي يكنها بهوز أردال للحزب لأنه هناك عدم ثقة فضمن المؤسسة الأمنية العسكرية أيضا باهوز من حقه لكي يضمن سلامته ومشكل لنفسه شبكة أمنية خاصة تتبعه داخل هذا الجسم الأمني الاستخباراتي العسكري بالعودة إلى NLP نظن دالي كولين بارتيا هذه المؤسسة الأمنية أو الفرع الأمني الذي نشره موقع الإلكتروني على الإنترنت بعنوان ليكولين هذا الموقع استهدفني أنا شخصيا بمقال مليء بالأكهديم مليء بالاتهمات الباطلة على أساس أنه شانكوسي هو العميل رقم واحد يعني عندما مؤسسة أمنية استهدفني من الفين وسبطاعش أو الفين وستطاعش أنا نشرت المقال رابط المقال ومرفق بصورتي والمعلومات هذه المؤسسة الأمنية التابعة لحزب العمال الكردستاني ومؤسسة أمنية يعني يديرها جميل باقي بشكل مباشر تستهدفه شانكوسي بالمعلومات الكاذبة على أنني خائم على أنني العميل رقم واحد في الصحافة الصفراء ضد حزب العمال الكردستاني وأقبض الأموال من المخابرات الكردية العراقية ومن باس نيوز وبوتان تحسين يعطيني آلاف دولارات يعني اسم كبير ما بعرف وين الدولارات اللي اللي تصلني من الحزب الديمقراطي الكردستاني الناس كثيرون من الأصدقاء يعرفونني وزاروا بيتي وكيف بعيش وهالتفاصيل كليات يعني فأصحاب الدولارات وكميات الأموال المهولة هم أقارب مظلوم عبدي وأقارب باهوس أردال وأقارب أردال أردال خليل الدار الدار خليل الدار خليل هؤلاء هم أصحاب الأكياس وأطنان الألاف ومئات الألاف الدولارات موش أنا فأنا على أي حال هذا المركز استهدفني بشكل شخصي طبعا هذا المركز عندما يستهدف شخصا هذا يعني قرار تصفية قرار تصفية معنوية قرار تصفية ذاتية اتباعا يعني يعطي أوامر للعناصر والخلايا الناشطة فيها المؤسسة الأمنية وهذا الشخص الصفوناني خلاص أصبح هدفا مشروعا لهذه الاستخبارات طبعا هالمؤسسة العمود الفقري أيضا 99% 98% أو 95% أن أكراد تركيا أكراد تركيا وأكراد تركيا موالين لجميل بايك ولا لجميل بايك يتجاوز ولا لعبد الله أجل في هذه المؤسسة الأمنية هي مؤسسة ذات لبوس مدني ثقافي في كل الكوملات والدرنكات والجمعيات الموجودة في أوروبا المرخصة على أنه نوادي ثقافية ونوادي اجتماعي وكل هالتفاصيل كنكوا تنكوا هالأمور السياسية والأمور الاجتماعية والقضايا والإعلامية والثقافية كلها تابع علي هذه المؤسسة الأمنية يعني على أساس أنه هي المخابرات الخارجية والمخابرات السياسية لحزب العمال الكرساني تقوم بكل هذه المحام المؤسسة لديها فرع في روجفا أيضا باسم مركز الدراسات الاستراتيجية أعتقد مقرر القامشلي هذا مركز الدراسات الاستراتيجية كمان بعض الكوادر لحزب العمال الكرساني داخل هذا المركز المركز يعني كتبوا مناشير ضدي وأنا عرفت يعني بقى وصورت الصور والأصحابي المنشور شو كان اسمه كمان كل هذه التفاصيل مؤرشة في عندي هذا المركز في فرقامشلي ينظم نشاطات وندوات وكونفرسات على أساس ظاهرها السياسي لكن جوهرها وباطنها أمني هل المؤسسة الأمنية في أوروبا لديها يعني كل مجموعات الواتس آب مجموعات الضغط على السوشيال ميديا اليوتيوب الفيسبوك التويتر كل هذه التفاصيل حزب العمال الكرساني يدير هذه المجموعات التي يعني تحاول أن تؤثر على الرأي العام تهاجم المعارضين تشوههم معلومات كاذبة عنهم مضللة مثلا تستعد فوشنغ عميل مرتزق يقبض الدولارات من تركيا خائن خوانجي اعتلاف برزانجي كل التفاصيل الكاذبة كلها افتراءات كاذيب طبعا يعني حزب يجيد لعبة السوشيال ميديا هذه المعلومات إن أشعها عن شخص خلاص يعني أنت ليست يعني ليس في مقدوري أن أقنع عشرات الآلاف من المؤيدين والتابعين لهذا الحزب يعني تبعية عمية ليس في مقدوري أن أقنعهم وليس في هاجسي يعني أو أنه أنا إذا آتاني يعني مديح من هذا الحزب في هذه الفترة ينبغي أن أشك في نفسي هذا المركز الموجود في رجاوة ينظم الكثير من العلاقات العلاقات هو بشكل مباشر مرتبط بسابريوك سابريوك مين الموظف عنده أو اللي يدير في رجاوة آلدار آلدار خليل علاقة بهالقضايا هاي لكن عمليا بحكم أنه المؤسسة الأمنية الخارجية والسياسية من أحذاب وتيارات داخل كردستان تركيا في كردستان سوريا كل هالتفاصيل الملف منوط بسابريوك فالدار بيشتغل موظف ويتولى المهام البسيطة يعني مركز دراسات رجاوة في أو الاستراتيجية فالقامش وبعض المناصب التفاصيل الأخرى لكن الأولوية والأساس سابريوك هو الذي يدير العملية طبعا كل التفاصيل الإعلامية الإعلام الحر أتحاد الإعلام الحر الجانب النقابي أو كذا كل المؤسسات المرخصة ما مستهى سيروان حجبر كوترانتي مراقبها تحركاتك في رجاضة عمودة تروح تحمل بطيخة تتصور مع بطيخة المخابرات الأبوتية تراقبك تراقب تحركاتك أنت ومسعود عكو سردار مردد درويش كل هؤلاء اللي بينشطوا هناك أولاد الاستاذ إبراهيم يوسف اللي بيشتغلوا هناك الكل خاطعين للمراقبة بدون استثناء إذا في رقابة على النوافقين رح يوفروكن أنتو الكل ما مستهى قطب القصيدة الشعر الكردي شيخ القصيدة أحمد حسيني أنت أيضا مراقب وخاضع لمراقبة لصيقة وعن كثب والحزب ومضبط لك شوية صور فيديوهات قصص هنا وهنا فأي شخص مش بس أحمد حسيني أي شخص في رجاضة الحزب عنده ملف أنا ذكرت يعني يمكن ريدور خليل ملفه عند الحزب سميك يعني ومعروف فالمؤسسة هاي كل هالمؤسستين الأمنيتين الاستخبارات العسكرية والاستخبارات بين قوسين المدنية لأنه حزب العمال مش تنظيم مدني مش تنظيم يعني تنظيم عسكري من بدايته وحتى هذه اللحظة يعني أخضعت المنطقة كاملة إلى الرقابة في البعثات المكاتب الحزب العمال الكولستاني في الخارج آدم أزن كنكة زبير آيدار رمزي قرطال كل هؤلاء تحت الكنترول والمراقبة أي واحد عبد السلام هفال بشير هفال بشير هفال بشير ترى أنت أنا مرة نصحتك هفال بشير أنا نصحتك أنه إذا أنت بدك تروح هيك ولا هيك ولا هيك خليك مأمن نفسك ترى الحزب مزبط لك الأمور من أمتى من ألفين وتسعة من ألفين وعشرة هفال بشير يعني أنت تحت المراقبة والملف تبعك مسموم هلأت ملف تبعك إذا بتروح هيك هيك فزبط لي أمورك يعني هفال بشير الكل أنا بعرف أنه عم تشاهد هذا الفيديو وتحز رأسك وتحك رأسك شوي هيك فعني هفال بشير يا هي خدمة لوجه الله أنت تحت الكنترول من زمان مش من هلا الآن الزاد الكنترول والمتابعة والسيطرة تستخدم موبايل آيفون تستخدم موبايل شحاطة تفضع من الموديلات القديمة تبع نوكيا ما بينفع أنت تحت المراقبة تحت المراقبة أنت وزوغات وكل حالي يعني يعني ما شكوك فيهن خاضعين لمراقبة لصيقة ووطيدة وعن كثب والحزب تم ضبط لكم ملفاتكم واحد واحد والفضل يعود إلى هفال جمعة ومخابرات هفال جمعة وهفال سابري طبعا هلا هفال جمعة هيك تأتي عن هذا الفيديو رح يروح له تقرير ويتابع النشاطات وعظمة المؤسسة الأمنية التي تدفع له هفال عباس تأتيه لتقارير باهوس أردال بيبعت له تقارير غاركاداش باهوس غاركاداش باهوس غاركاداش شك يدير شك يدير غيلك يباشه وكتير منيح يا باهوس أردال انت فعلا مليتان انت فعلا أبوتشي نخب أول عباس يقول لباهوس أردال هذه الصورة هذه الصورة العملية فهذه المؤسسة الثانية المخابرات المدنية التي تشرف على المراقبة والتجسس على حكومة حكومة روجا عبد الكريم عمر يأتي إلى أوروبا وانت طالع من مطار القامش للدمشق والسليمانية ولبغداد ومن مطار السليمانية لأوروبا هفال عبد الكريم عمر اللي كان بزماناته من المجلس الوطني الكردي وراح شافله باب رزق يعني عند من الأبوتشيين الجدد هفال عبد الكريم أنا أنصحك أتقدم لجوء سياسي هون في أوروبا يعني أنت خاضع للتجسس والمراقبة وأنت بإمكانك اتخاذ هذا الفيديو وثيقة يساعدك بملف اللجوء أنت خاضع للتجسس وهو تجسس حزب العمال الكردستاني عليك يا وزير الخارجية سلطة روجا عمر فكل كلكم الكل يعني خاضعين لهذه العمليات الرقابة والتجسس من حزب العمال الكردستاني الأفاضل شو كمان في روجافا في روجافا صحيح هناك ألدار خليل وهناك يعني مركز الدراسات الاستراتيجية مقرر قامشلي لكن دائما أنا ذكرت أنه هناك مش بس ألدار شكليا ألدار الأول مزيد من الدراسات مستوى cuenta ليش المستوى صبري اوك في اهل دار خليل بيعطي تقاريره لواحد تاني وهذا التاني بيعطي تقاريره لصبري اوك يعني صبري اوك مستوى علي مملوك مستوى حاكم في دان وش مستوى هفل اهل دار خليل طبعا صبري اوك لمن لا يعلم اللي بيعطي معه دائما اصحاب الشخصيات الامنية الخطيرة بتشوفه بمنتهى الطواضع بمنتهى الهوادة واللين والأبوة والحناني وبيسمع لك وبارد الاعصاب وهادئ جدا وحنون جدا يعني بتقعد معه بتاخد تعطي معه نصف ساعة بتقول انه هذا انه ابي واخي وكل اسرتي هذا هو صبري اوك ودائما يعني الشخصيات الامنية المدربة دائما لديها هذا القناع الملائكي هذا القناع الملائكي اجمالا يعني انا حكيت عن صبري اوك في فيديو سابق من هو وكيف اتى وكيف كان وكيف صار الاحزاب بيدة خاضع للرقابة الاحزاب المعال بيدة الكردستوري اليساري قدو شيخ آلي وتقدمي احمد سليمان والخلافات الداخلية كل هذه التفاصيل كل هذه التفاصيل تفاصيل التفاصيل مكشوفة لدى استخبارات حزب العمال الكردستاني اه شو كمان اه هنالك اجهزة تنصت الالكترونية يعني كيف كيف يجب كل ذلك يعني عن طريق الاميلات المراسلات الصفحات الفيسبوك التليفونات الاجهزة الذكية اه كل كل هالمسائل يعني خاضعة للرقابة ولكنترول وكل يعني 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 المؤسسية مؤسسة امنية وكل هالتفاصيل تتحول الى تقارير وتترجم الى اللغة التركية وترسل الى جميب بعيد الخطير في الأمر أنه هناك جهاز الزعنياري للاتحاد الوطني الكردستاني سابقا كان يرأسه له الشيخ جنقي شالوا له الشيخ جنقي وحطوا عناصر أخرى لكن هذا الجهاز والاتحاد الوطني الكردستاني يسمعوني هذا الجهاز ويراني هذا الجهاز جهاز الزعنياري اللي تابع للاتحاد على الزمن له الشيخ جنقي وعلى الزمن الحالي اللي أعتقد يرأسه ابن شاناز إبراهيم أحمد شقيقة هيروشيا إبراهيم أحمد أو أحد أقاربهم يعني يرأس هذا الجهاز حاليا هذا الجهاز مخترق من حزب العماء الكردستاني يراقب يمارس الرقابة على قيادات الاتحاد الوطني ويمارس عن طريقها ويمارس عن طريقها الجهاز هذا كمان رقابة وعمليات تجسس على الديمقراطي الكردستاني يعني الشبكة الأخطبوطية الأذرع أذرع حزب العماء الكردستاني متغلغة يعني يا كاك ما لا باختيار كاك ما لا باختيار أنت خاضع لعمليات تنصص وتجسس من قبل حزب العماء الكردستاني على طريق الزانياري هذا الجهاز الحزبي الجهاز الحزمي مال حزبك الطابع لحزبك مخترق من العمال الكردستاني من البيكيكي ويمارس التجسس عليكم وعلى حركة قران كمان حزب العمال الكردستاني وعن طريق منوش المناضي للفزة الكبيرة شاناز برايم أحمد أعتقد هي ممثلة أقليم كردستان مش بس السليماني شاري سليماني ممثلة الأقليم في أمريكا طبعا عندما أنتقد الاتحاد الوطني الكردستاني سابقا وحاليا أنا أعلم بأنه شخص غير مرغوفي في السليمانية أنا أعلم بأنه المؤسسات الثقافية والإعلامية ستتجهلني ويعني تركز على كتاب وآخرين فيما يتعلق القضايا الثقافية والمسائل هيك اللي هذا يعني هذا غير مهم لكن الحقيقة ينبغي أن أقولها هذا الكلام الذي أقوله وأفصح عنه أعتقد أنه لا يتجرأ أو قل قليل ممن يتجرؤون على التصدي له وقول هذه أو نشر هذه المعلومات إذن شبكة عن طريق شبكة انترنت هرسيل حزب العمال الكردستاني وأجهزة تنصت اشتراها حزب العمال الكردستاني من الروس ومن البلدان الأوروبية وأيضا يعني حتى قوات التحالف والأمريكيين أعطوا قصد أنظمة وأجهزة فيما يتعلق بالتنصت والرصد والتجسس والتفاصيل الكليات كل حزب العمال الكردستاني أخذها ووضعها تحت الكنترول إجمالا الآن يعني الاتحاد الوطني الكردستاني والمؤسسة الأمنية للاتحاد الوطني الكردستاني تظن تتوحم بأنها يعني تقدم مجرد خدمات لحزب العمال الكردستاني لا 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 حزب العمال الكردستاني الآن يتحكم بقرار الاتحاد الوطني الكردستاني بالقرار وحزب العمال الكردستاني يتحكم بقرار حركة قران وأنا يعني ما أقول والنخب السياسي والثقافي في منطقة السليمانية في محافظة السليمانية وهولير ودهوك وكل التفاصيل التي يعني توالي وتشايح حركة قوران وحركة شاسوار نسيت اسمها فتح الله صعد الله نسيت اسمها الجيل الجديد كل هالتفاصيل والسياسية والتراكيب والتعبيرات والأحزاب السياسية في السليمانيو هذه المخترقة مخترقة وحزب العمال الكردستاني قادر ومؤثر وفاعل وفي قرارها القراراتها السياسية طبعا هؤلاء الحمق أيضا يعني مع الأسف الشديد كراهيتهم العمياء للديمقراضي الكردستاني ولآل البرزاني هذه الكراهية العميقة العمياء الوسخة التي أسس لها الراحل إبراهيم أحمد وجماعة رهند كل هالتفاصيل يعني جعلت هذه الكراهية أنه ينظرون بعين الملائكية لحزب العمال الكردستاني منهم قناعة بهذا الحزب ومنهم كرها بآل البرزاني ليس قناعة إنما كرها بآل البرزاني إلى درجة أنه حزب العمال الكردستاني الآن موجود في غرف نومهم في السليمانية قيادات الاتحاد وقيادات قران هذه الكراهية العمياء التي ممك يعني مستعدة لأن تضحي بكل كردستان بكل كردستان فقط لكي يعني تعبيرا عن أحقادهم لديمقراطي الكردستاني ولآل البرزاني أنا لا أقول أنه آل البرزاني ملائكة والاتحاد والديمقراطي الكردستاني ملائكة وملايا تشوبهم شائبة لا لكن المصطح القومية يعني تحردت لشرخ سرطاني عميق منذ منتصف تستينات وحتى هذه اللحظة واللي بيتحمل مسؤوليتها لاتنين برايم أحمد وجلال طالباني مع الأسف شديد ومجموعات يعني آخرين يعني في هذا الخصوص هذه الكراهية وهذا العداء جعل يعني يعني يجد الاتحاد الوطن الكردستاني العمال الكردستاني أقرب إليه من الديمقراطي الكردستاني مع الأسف الشديد طبعا أنا ذكرت أنه جهاز الزانياري يقوم حاليا بهذه المهمة مهمة التجسس يعني يساعد يقدم خدمات أمنية وخبرات وأجهزة وكل هذه التفاصيل لحزب العمال الكردستاني ليمارس مهامه وتجسسية على مستوى العسكري وعلى مستوى الأمني وعلى مستوى زياسي في روجاوا وحتى خارج روجاوا ماذا بقي كان هناك طبعا هذا الدور الذي يمارسه الزانيارية أو شبكة الزانيارية أو ابن شعناز إبراهيم أحمد يعني مثل العمالة المزدوجة شيء يشبه العمالة المزدوجة لكن في كل الأحوال حاليا هناك شكل من أشكال التحالف المصيري وذكرت أنا في فيديوهات سابقة ما بين الطالبانيين وحزب العمال الكردستاني خاصة بعد أزمة كاركوكا هيروبراهيم أحمد استنجدد بجميل بايك وبحزب العمال الكردستاني لأنه كانت تخشى تخشى من صدمة عسكرية عميقة فيما يتعلق بردة فعل كوسرة رسول ومدعب اختيار وقيادات أخرى في هذا القصوص ويعني عائلة طالباني تتعرض للطرد مرة أخرى خارج الحدود لكن جميل بايك أنقذ الموق فالآن عائلة الطالباني مدينة بسرواتها وبوجودها وبقصورها وبمؤسساتها وبصلاحيتها إلى حزب العمال الكردستاني في نقطة أخرى يعني هناك مؤسسة ما يشبه مكتب الأمن الوطني في الرجابة يعني على أساس أنه هي مكافحة التجسس ومحاربة الأعداء وحماية المنطقة من العملاء كل هذا كلام فاض الرقابة اللصيقة والشديدة هي على أهل رجابة على أحزاب رجابة على تيارات حتى الأقرب المقربين لهذا الحزب وخاطع للكونترول والرقابة والتجسس يعني والمنشقين الذين عادوا فوزي شنقالي وما بعرف منه كل هالقصص كلهم تحت الكونترول وتحت الرقابة وتحت تحت السيطرة كوادر الحكومية المؤسسات المدنية البلديات الكومينات يعني كل شيء كل شيء كل شيء تحت الرقابة والتجسس والكونترول في يعني يعني إذا أنا مثلا هذا الموبايل هذا موبايلي واعتقلني أسايش البيادة وأنا حزفت حزفت مثلا المراسلات لا لديهم تطبيقات وبرامج إعادة كل الصور والمناشير والرسائل والأرقام المحذوفة يعني بأثر رجعي تجسس وتنصط بأثر رجعي برامج اختراق صفحات برامج اختراق موبايلات برامج اختراق لابتوب ايباد كل التفاصيل الإلكترونية خاضعة للرقابة والاختراق والكونترول وكل ما أتيت على ذكره طبعا جرت عدة اشتباكات ومصادمات حتى بين العناصر العاملة في المؤسسة الاستخبارات العسكرية والاستخبارات البدنية بين القوسيني او الاستخبارات السياسية جرت اشتباكات يعني تصادم صلاحيات او تداخل صلاحيات او هيك قصص بين الجهازين في في جهاز آخر طبعا للقيام بالمهم السرية جدا والحساسة جدا والأمنية جدا ضمن الاستخبارات العسكرية هي كمان هي خلية المهام الخاصة هذه خلايا خلية المهام الخاصة القيام بأعمال ضد تركيا من داخل الاراضي العراقية ضد تركيا من داخل الاراضي السورية ضد تركيا من داخل الاراضي التركية هي كمان خلية المهام الخاصة جدا يعني مثل عمليات انتحارية استهداف شخصيات مهمة كل هذه القضايا أيضا للأسف الشديد ونالك شيء من هذا القبيل موجود داخل الرجع مش بس داخل الرجع موجود داخل تركيا يعني هل الأتراك يتحججون لا الأتراك حزب العمال الكردستاني أصبح يعني ورقة قوية جدا 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 لخدمة المصالح التركية وخدمة التوسع التركي والتمدد التركي مع الأسف الشديد يعني جزء آخر من الشبكة يعني شبكة الأستخبارات أسسها الأمريكان لصالح مظلوم عبدال على أساس أنه هناك مشروع أمني لفصل قصد وبيع دول عن حزب العمال الكردستاني وبتالي بحاجة إلى مؤسسة الأمنية طبعا هذه المؤسسة الأمنية في أسنان نقاط أنا حكيت حول الموضوع سابقا يعني منذ سنتين وفي أكثر من مناسبة لكن باهوز أردال تمكن وحزب العمال الكردستاني تمكن من اختراق هذه المؤسسة الأمنية التي تتبع مظلوم عبدال وبدعم وتمويل وتدريب الأمريكيين والآن مسكين مظلوم عبدال يعني يعني كأنه تحت الإقامة الجبرية بيطلع على قناة الحرة بيطلع على قناة الدرة على قناة الجزيرة على قناة الوزيرة على أي قناة يطلع بس مظلوم عبدال تحت الإقامة الجبرية واللي بيحموه حاليا مش حمايته الامريكيين اللي بيحموه شكليا شكليا الامريكيين مظلوم عبدالآن ليس لديه صلاحيات أبدا على الإطلاق وحزب العمال الكردستاني عمل حمل الشعواء الشنيعة ضد مظلوم عبدال وخاء يعني متشوف والإعلام والجنرال وعلى داخليا ضمن المؤسسات الحزبية ضمن المؤسسات العسكرية ضمن المؤسسات الأمنية مظلوم عبدالآ خاص خاء ويعني محكم عليه بالإعدام مع وقف التنفيذ فالشبكة الأمنية هاي كمان جرى تفكيكة من ضمن عناصر تلك الشبكة الأمنية يعني باوز أردال شو سوا؟ البعض طردون البعض أرسلون للجبل البعض حطون في السجن والبعض يشافلون مهام أخرى وظائف أخرى واحدة من عناصر تلك المؤسسة الأمنية مقاتلة كردية اسمها طول هلدان ترباسبية من مطيقة ترباسبية أعلن حزب العمال الكردستاني عن فقدانها لحياتها في اشتباك مع البيشمرقة مع البيشمرقة وهي يعني اختفت في روزابا والناس يعني أين ذهبت كيف ربما جرى تصفيتها في روزابا لكن الحزب أعلن عن فقدانها لحياتها في كردستان العراق على خلفية اشتباك مع البيشمرقة ويعني صار البيشمرقة هون قتلت المقاتلين الأكراد القيريلا والما بعرشوا يعني الحزب قام بتصفيت البنت لكن استثمر عملية الإعلان عن وفاتها لأغراض إعلامية وأغراض سياسية مثلا يعني موضوع ريزان جاويد هو ريزان جاويد يعني أنا ذكرت في الصحفي الكردي الإيراني المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية علي جوان مردي ذكر بـ 2017-2018 أنه ريزان جاويد ترك حزب العمال الكردستاني ويبحث عن وسيلة للهرب للخروج من خارج السليمانية وكذا لكن فشلوا في إنقاذ ريزان جاويد وحزب العمال الكردستاني أعلن ريزان جاويد فقط حياته في القامش الذي أتى بـ ريزان جاويد من قنديل إلى القامش لكي يعلن عن وفاته بإمكانه أن يأخذ طول هلدان ترباسيبية من القامش إلى جبال قنديل لكي يعلن عن استشهادة هذا هو الحزب اللي يعني يلعب مصائر البشر في شخصية أخرى كمان من ضمن المؤسسة الأمنية اللي شكلها الأمريكيون لحماية مصلوم حبدي وقصد جيان عفرين كمان قبل فترة قصيرة يعني تم استفداها في القرب منها القامش وفقدت حياتها على ما أعتقد أو حسب المعلومات التي وردتني بمعنى هناك دولة حميقة اختبطية أمنية بوليسية تتحكم بـ رجاوة تحصي على الناس أنفاسهم هذه الفيديوهات كما ذكرت لكم المناشير كل القصص اللي بينشرها أوشانكوسي لحظة بلحظة دقيقة بدقيقة يتابعونها وهذه معلومات تصلين ويعني ترفع تقارير عن حجم المشاهدات حجم التفاعل كمية المعلومات مصارد المعلومات وربما يلتقطوا شيء من الهوشانك يحاولوا أن يكشفوا مصدر معلوماته هذا من وين عم يجيب هذه المعلومات وكيف بينشرها هيك ما بيخاف ما بيخاف من الحزب لا يحسب حساب حزب هيبة الحزب وين راحة هيبة الحزب تاركين هذا يحكي طبعا هذا كلام بعض التافهين أنه ليش ما في حدا يسكت هوشانك يسكت هوشانك يعني يقتله برصاصة برصاصة خلاص ينهي حيات هذا اللي بيحكي كتير عن المعلومات ويكشف معلومات عن الأمن التركي غبي شو المعلومات المعلومات الأمن التركي بيعرفها وأضعاف أضعاف هذه المعلومات الأمن التركي مخترق الجسم الحزبي والأمني لحزبك الأمن التركي ينتظرني حتى أخبره عن المعلومات الأمن الأوروبي كل التفاصيل الموجودة على الأراضي الأوروبية مكشوفة للبلدان الأوروبية تفاصيل حزب العمال الكردستاني ينتظر هوشانكوسي حتى يعني الزانية والمخابرات الكردية العراقية لديهم ضباط وعلاقات ومؤسسات وعناصر وكل بحاجة لكاتب هوشانكوسي حتى يعطيها معلومات عيب 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 عليكم أن تخجلوا من هالطاعة العمياء هالإذعان وهالعبودية اللي أنتوا فيها يعني التي لا تحسدون عليها حتى موضوع آخر ألقاكم على خير ترجمة نانسي قنقر